إلى الشأن الصحي الآن كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار عن وصول دفوعات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الشهر الجاري وقال درار خلال نزوله ضيفا على القناة الإدعية الثالثة أن الجزائر تسعى لاقتناء أزيد من 40 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا قبل نهاية السنة الجارية بهدف تطعيم 75% من المواطنين لتحقيق منعة جمعية